موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من مملكة الثقافات موعدكم الثقافي الأسبوعي على ميدي أن تي في مملكة الثقافات مجلة تعنى بجديد المشهد الثقافي والفني بالمغرب ووقفة عند أعلام الثقافة المغربية ومنجزاتها الحية مملكة الثقافات أيضا شرفة تطل على كنوز الثقافة وأسرار التراث المغربي العريق وباسمكم جميعا نرحب بالدكتور أحمد دافري يستد التواصل والإعلام الخبير في قضايا الثقافة والفن مستشار مملكة الثقافات مرحبا بكم دكتور أحمد دافري أهلا وسهلا أستاذ محمد شكرا جزيلا لك وشكرا على حضورك والالتزامك الدائم بيننا وفي مملكة الثقافات لعدى الأسبوع الأديب والصحفي المغربي عبد الحميد جمهري ضيفا على مملكة الثقافات وحديث الأسبوع حول التجربة والمصار وآخر إصداراته أنا وفلسطين واحتفاء بالمغرب العريق مدينة الكسوس الأثرية تبعث من جديد من خلال عروض فنية تحاكي حياة الحضارة المتعاقبة على المدينة الفينيقية القديمة وفي الدكرة نعود مع فرحان عياش إلى سيرة فقيد الحقيق التاريخي بالمغرب الراحل الكبير عبد الهادي التزي هو الشاعر الأديب والصحفي الأريب رجل البلغة والحكمة والنكتة ورجل الكلمة والمعنى النضال عنده يمتزج فيه الإنساني بالسياسي والأدب بالنسبة إليه تمرين على المحبة والقيم أما اللغة فهي شرفة للإقامة ووحعة لخلوة الروح هو الأستاذ عبد الحميد جمهري مدير النشر يومية الاتحاد الاشتراكي وعلى مدى عقود راكم عبد الحميد جمهري تجربة إعلامية وثقافية وازنة ومغيرة جعلته واحدا من أهم رجال المشهد الثقافي والصحفي بالمغربي والعالم العربي ومن خلال عدد من المؤلفات تراوحت بين الشعر والصحافة والترجمة والتاريخ صار الرجل واحدا من أعلام الميدان وفارسا من فرسان القول والكلام مرحبا بكم أستاذ عبد الحميد سعدنا بلقياكم في مملكة الثقافات أنا أسعد مواطن في هذه المملكة هذا المساء وأشكركم جدا على الاستضافة وعلى الكلمات الطيبة شكرا جزيلا أستاذ عبد الحميد بداية هنئا لكم بإصداركم الجديد أنا وفلسطين وهذا ليس مستغربا عليكم فقد انخرطتم في الدفاع عن القضية الفلسطينية سياسيا وأدبيا وإعلاميا وثقافيا منذ مدة طويلة غير أن السياقات إصدار هذا الكتاب مختلفة طبعا أستاذ عبد الحميد فنحن نريد أن نقربه إلى المشاهد ما هو هذا الكتاب ما هي حيثية إصداره وما هي مضامينها بطبع حال العنوان يدل على هذه الرغبة الأكيدة عند عبد الربية الضعيف والفقير إلى رحمة ربية حول العلاقة أنا وفلسطين قد تبدو فيها نوع من الاعتداد إنما نقول بعض الغرور لكن الأساس فيه هو هذه المسافة الصفر التي تربطني وهو تأريخ شخصي للعلاقة والمجاورة التي تمت منذ رعان الشباب مع القضية الفلسطينية الكتاب هو بطبع حال محصلة للعديد من التجارب في الكتابة ولكن أيضا هو سيرة ذاتية لنج سياسي يتعلق بالعاطفة من جهة في الارتباط بقضية مركزية عند المغاربة جميعا ولا واحد منهم وأيضا ارتباط نج بالفكر والممارسة وهو كان عند نخبة أنتميت إليها نخبة يسارية وطنية وهو أيضا متابعة تتراوح ما بين الانفعال الفوري وانفعال حينما نرى الموت يراود أطفالا ونرى الموت لا ينامون ونرى المسارات الطويلة للأرض وهي تنعي وتحضن أبناها باستمرار فطبع الحال يكون هناك نوع من انفعال مع التجاوب مع القضية ومع حيتياتها لكنه أيضا فيه مقالات مجموعة من مقالات والمقاربات ذات الطبع السياسي وذات الطبع السجالي فيه أيضا جانب متعلق بما عشته عن قرب سواء داخل بلادي أو في المحاججة في الدفاع عن المواقف المغربية من القضية الفلسطينية أو في تأصيل فكرة وتدويتها يجعلها ذاتية تتعلق بما يقدمه المغرب والمغاربة أدبا وسياسة وديبلوماسية لأجل فلسطين ولهذا جاء متراوح في الحقيقة لا بد أن أشير إلى هذه النقطة وهو أنه كان تحقيقا لرغبة أم أقول لطلب المرحوم العربي المساري لما كان يتابع الأعمدة التي كنت أكتبها كان اقترح علي أن أشرع في جمع هذه الأعمدة ونشرها وكان وعدني رحمه الله بأن يكتب التقديم لكن نوعا من البوهيمية والرومانسية الممزوجة بالكسل أخر هذا العمل إلى أن حفظ الزميل والصديق حسن نجمي بمعية عبدالن بيداشين والسيل قادري مولدار التقافة للنشر والتوزيع وبالتالي فهو يتراوح على مسافات ما بين 2000 تقريبا إلى آخر أحداث غزة كما قلت فيه تموجات الذاتي والأدبي والإنساني وفي أيضا المتوبعة فيه إصرار في العمق وهو هذا المغرب الذي يجمع ما بين العاطفة الشعبية والوجدان المترامي الأطراف وما بين العقلانية والمهارة الجيوستراتيجية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بدون أجندة خاصة وبدون طلب الحساب فيما بعد طيب سؤال آخر بخصوص هذا الكتاب نحن مقبلون على المعرض الدولي للنشر الكتاب هل سنجد الكتاب في المعرض؟ هل سيكون له توقيع؟ هل سنراك حاضراً في ردهات معرض الدولي للنشر الكتاب؟ أولاً دار تقفى تحضر باستمرار ثم عندهم برنامج هذه التوقعات أتمنى بالفعل أن يكون حاضراً ليس فقط للاحتفاء وهو مشروع الفرضي الداتي ولكن أيضاً أريد أن يكون هناك بالفعل نقاش حول هذه القضية في الكتاب وفي الارتقاء خصوصاً وأنه هذه السنة عرفت واحدة مجموعة من خطوات الأدبية والإعلامية لفائدة فلسطين نعم لو سمحت أستاذ محمد فالحديث عن هذا الكتاب هذا المؤلف فهو قد حمثني كثيراً لكي أطلع عليه وبتأكيد سأفعل ذلك في أقرب وقتنا عندما أجدوه متوفراً شكراً وخصوصاً أنني دائماً أقرأ لي الأستاذ عبد الحميد جمهري وأنا دعني أن أخرج معك من الجانب الموضوع إلى الجانب الذاتي وأقول بأنه فعلاً أشعر بمين كثير لما يكتبون نظراً لأن كتاباته فهي مشحونة ببعض العواطف التي نحتاج إليها فالعقل أحياناً يكون حاسماً في مقاربة الأشياء والنظر إلى الوجود والتعامل مع القضايا لكن من ضروري أن تكون هناك نحتاج إلى تلك الشحنة من العواطف والأحاسيس والمشاعر الجياشة التي يمررها لنا عن طريق أسلوب رفيع وبطريقة ذكية جداً لذلك فأنا سعيد أن أتحاور معه اليوم فبالنسبة للكتاب فربما أن العنوان هو العتبة التي يمكن أن تدفعنا إلى أن نتوقع شيئاً منه أنا وفلسطين فلسطين هي ليست فقط مكان بل هي ذاكرة هي ترات هي تقافة وكذلك أشخاص فارتباطها بأشخاص بمعنى أنها ارتباط مرتبطة بمبدعين بشعراء بمتقفين فإلى أي حد ربما تكون هذه العلاقة علاقتك بفلسطين فهي لها في داخلها حيز آخر من علاقتك مع أشخاص من فلسطين بطبيعة الحال هناك جانب العلاقات التي نسجناها كما قلت إما من داخل الحركة الطلابية وكان دائماً بجوارنا طلبات الاتحاد العام طلبات فلسطين والتي ربطنا بهم علاقات إنسانية وطلابية ونضالية إلى آخر كان هناك أيضاً الفلسطين المغربي بامتياز المرحم والفقيد واصف منصور والذي بالفعل كنا نجول به كما يجول بنا في مراتع فلسطين كنا نجول به في مراتع المغرب من شرقه إلى غربي وهناك بالفعل بورتري عن واصف شخصياً وأشياء كثيرة كان يحكيها لنا من صميم ما كان يروج في الأوساط السياسية المغربية بكل تلاوينها وكل مشاربها هناك أيضاً كتابات خاصة تتعلق بأشخاص فلسطينيات وفلسطينيين وبصداقات التي ربطتني بهم خصوصاً إحدى الفلسطينيات التي فقدت تقريباً كل عائلتها في هذه المعركة الأخيرة في هذه الحرب الإبادية الأخيرة رند أبو شمالة والتي شعرت بأنني لأول مرة سأتحدث عن فلسطين وعندي صورة أمامي ولحم ودم وجنازات وموت مشخص ولو بروفايل في اليوم ويعيش في الضالبدة إلى آخرين وهناك بطبيعة حال المجاورة مع درويش المجاورة مع سميح القاسم المجاورة مع إيميل حبيبي وهذه القدرة التي أكسبنا إياها إيميل حبيبي في الصخرية من الأوضاع وفي الكتابة وأيضاً أشعر باستمرار بأنني في حاجة إلى درويش وإلى عادة قلاءة محمود درويش ليس فقط للإفتتان باللغة ولكن لربما لأنه هناك نوع من التماهي في تمثله للأرض ندائماً أستشهد بمحمود درويش في خضايا أساسية حتى في الدفاع في المحاججة مع الذين يهاجمون بين قوسين بعض الأحيان المغرب حول بعض الموقف من هذا أو ذلك فأجد بالفعل في محمود درويش سنداً بلاغياً وسنداً في المحاججة يمكن أن أستند إليه في الدفاع عن مواقف بلادي وأيضاً في كما قلت في البداية إنضاج هذا الإنسان لكي يليقى بهذه الأسطور الفلسطيني هو أيضاً قدرته على أن لا يتشبث إلا بتراجيديته لا قدر له إلا أن يتشبث بتراجيديته لا قدر له إلا أن يعيد في كل مرة تعريف الكينون وأعتقد أننا نشترك في هذا الجانب على أننا نبحث عن أرض فلسطيني نحن ما زلنا لم نستكمل وحدتنا الترابية منذ 45 أو 47 سنة لا زلنا نقاوم من أجل استكمال أرضنا وبطبيعة الحال نحن نعطيهم من قدسية أرضنا وهم يعطونا من قدسية أرضهم أيضاً هناك مجاورة صداقة مع الزمن حينما نسترجع جداداً الذين ذهبوا من أجل فلسطين براً وبحراً جنوداً ومدنيين من أجل الدفاع عن فلسطين ولكي يضعوا مغرباً آخر في فلسطين ولكي يتملكوا فأنا أبحث باستمرار بلا شك عن هذا الجد الذي ذهب من هنا إلى باب المغاربة أو إلى القدس ولكي يكون منذ العولمة الصاليبية الأولى ونحن موجودنا هناك وبالتالي أعتقد أنه هذه القرابة الأرضية والمزاجية والعاطفية إلى آخره التي تؤسس للعقل وتأتي من بعده هذه القرابة أبحث عنها باستمرار وأجد أنها تشكل بالفعل أحدى مقومات هذه الكينون المغربي هذه البشرة الإنسانية المغربية التي تحتضن كل القضايا العادلة وأعود وأقول بأنه بدون أدنى مقابي سوى منعتناه نقدم نحن كمغاربة من دمنا وأنا اليوم في طرجة في الشمال هناك منطقة مغربية التي قدمت مقاومين وشهداء أمزغار الذي هو شهيد وإلى آخرون ومغاربة الذين كانوا يتجندون من أجل فلسطين كما قلت منذ البداية ومازال نعم أستاذ أبل حميد في هذا الإطار يمكن أن نتحدث بأن القضية الفلسطينية كما كان ينظر إليها في المغرب عبر عدد من السنوات سواء داخل الحرم الجامعي أو داخل الأحزاب السياسية أو في المؤسسات المجتمع المدني فهي كان حولها إجماع بين جميع الأطياف السياسية مهما كان الاختلاف فيما بينها على مستوى الإديولوجية أو طرح السياسي فهذا الإجماع الحاصل في المغرب حول القضية الفلسطينية بالنسبة إليكم أنتم وخصوصا أنت أستاذ عبد الحميد كيف كنتم تدبرون تعاملكم مع هذه القضية دون أن يتم أحيانا ركوب عليها يقال أحيانا على هذه القضية من أجل تصريف مواقف ربما قد تكون إديولوجية بالفعل الذي وضعت الأصبع بالفعل لسؤال الأساسي هذا الإجماع المغربي تجسد أولا في أن منذ البداية كان النخبة الوطنية لا في السياسة ولا في الأدب في الأدب عبد الله جنون عنده واحد القصيدة الشهيرة حلو وعد بالفور يهاجم وعد بالفور رحمه الله كما كان علال الفاسي أيضا نفس المسار جزءا من النخبة اليسارية التي تربت في فرنسا وعلى الفكر الغربي عربتها القضية الفلسطينية وأنا أشير إلى المهدي بمركا وعمر بن الجنون واحد جزء كبير أيضا من القادة اليسار ومن الرحم السفاتي إلى آخر أيضا وهذا يجب للأسف المغاربة جد محتشمين في الواقع في الدفاع على أشياء التي قام بها الجامعة يعرف ولكننا لن نصوق بأن الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني كانت في الأصل جمعية للدفاع عن حرية الشعب الجزائري ولما تحققت الحرية للشعب الجزائري المغاربة كلهم ويقودهم المرحوم والزعيم الوطني على الألفاسي وكل مجاهد كبير حولوها إلى القضية الفلسطينية وهذا باعتراف الفلسطيني قليلا يعرفون بأنه لما جاءت القضية الفلسطينية لم تجد إلا في المغرب المدافع الأساسي عنها لكي تكون منظمة تحرير الفلسطينية يموت للشرع والوحيد كان هنا فيه وكان الحسن الثاني رحمه الله قام بمجهود جبار من أجل أن تكون بالفعل أن القضية الفلسطينية يسبح القرار الفلسطيني قرارا مستقلا ولا يخدع لا لديمشق ولا لجمال عبد الناصر ولا للأردن ولا للسعودية إلى خيره ولحد ساعة ومنذ الربعة وسبعين هنا في الرباط وحاشت القضية الفلسطينية بهذه الخطوة الأساسية التي قام بها المرحوم الحسن الثاني وقبل منها في تسعود وستين كانت لجنة القدس والتي أعتبر بأن الحسن الثاني ورثها وأورتها لابنه كواحد الأمانة أساسية وليتها أيضا هم عن المغارب الأوائي الذين ذهبوا إلى القدس والذين تحدثنا ثم هناك نخبة من الكتاب والمبدعين أنفاس وكانت تعارض وكانت معارضة جدا وكانت أقصر يسار إلى آخر وجدت عدد في تسعود وستين عدد خمسة عشر أو الطفل العبي واللي كانت فيه خاص بقضية فلسطين والتقى فيه الكتاب من الخطيبين العروي العمر نجلون إلى آخره وقتها كان طار بن جلون يرسموا اللوحات لجزين دي المجلة كل هذه المتناقضات إذا شئنا التقت حول قضية فلسطين من الموقف الرسمي لملك البلاد للمعارضة اليسارية للمعارضة الوطنية لورثة الحركة الوطنية كلهم كان يعتبرون بأن القضية الفلسطينية هذه قضية وجدانية والشهادة للتاريخ أن الفلسطيني حينما يكون ليس غير القيادات دي الفتح إلى آخره يعني حينما يحتاجون إلى مخاطب حقيقي ليخاطب لا المحتل ولا العواصم الأساسية لا يجدون غير الخطاب ولا بد لهم من أن يمروا بالرباط لكي يذهبوا إلى مادريد أو أسلو أو واشنطن نعم أستاذ عبد الحميد ولو أن الكتاب وموضوع الكتاب هو موضوع أخاذ ويستحق منا أكثر من حلقة إلا أننا سنعبروا معك إلى محور آخر وهو اشتغالكم بالترجمة اشتغلتم في محطات عديدة بالترجمة وسؤالي بسيط جدا ما هي المعايير التي تختارها أنت حتى تقرر أن تترجم كتابا وأنت الصحفي والأدب والشائر ذو الحساسية اللغوية ذو المرجعية الفكريات النقدية كيف إذن عملية معقدة أنا في اعتقادي أن تتجه إلى كتاب وتختاره وخصوصا أن كتبا ترجمتها حققت رواجا كبيرا ونجاحا منقطعا صحيح منذ قليل سؤالي سيدة حمد أشار إلى أنه هناك جانب بيداغوجي في العملية الإعلامية بعض الكتب كان فيها الاختيار يعني لما أتحدث على الكتاب الذي كان أول ترجمة من فرنسي وقتها 95 فيما أعتقد نينسون مانديلا طريق طويل الحرية والتي ترجمنا على كانت هناك الحاجة للمعرفة أن ينسون مانديلا ولكن كانت هناك حاجة مضمرة تريد أن تتحدث عن تجربة لبلد إفريقي ينتقل من وضع صعب إلى وضع ديمقراطي إلى آخر وكان المغرب في تلك الفترة بطبيعة الحال يناقش نفسه لا ننسى أنه 96 كانت تعديل الدستوري وكانت حوارات ما بين الملك الرحيل رحمه الله ومن أجل دستوريين يفتحوا أفاق جديدة إلى آخر فكان المضمر في هذه التجربة والحديث على انتقال عبر تجربة أساسية كما هو الأمر بالنسبة أيضا لترجمة كتاب السيرة ديالخوان كارلوس أو ديالتيتو إلى آخر كان هذا المتحكم فيهم ربما بشكل سياسي لكن هناك كتب فرضتها أجواء ومناخ المغرب الجديد نعم كما هو الحال بالنسبة لما كتب عن تزمن مرتب بالخصوص الكتابة ديالسي محمد الرئيس رحمه الله والذي كان كتابا فاجعا كان امتحانا عسيرا للدات الجماعية المغربية وكيف سيواجه المغرب هل يملك القدرة على أن يرى نفسه الشريرة في هذا الكتاب وهل ستقبل السلطة أن يترجم هذا المسكوت عنه هذا المكبوت السياسي والإنساني المتمثل في التزمارة إلى آخره وهذا الانتحان أقنعنا بالفعل بأنه كانت ضرورا لترجمته لأنه تضحى بأن الحكم والنظام المغربي وكنا بدأنا الترجمة أيام الحسن ثاني ثم عبد الرحمن ليس أصبح رئيسا للحكومة وهنا تجربة يجب أن أقولها وزيرا أولا أنه السيد عبد الرحمن رغم الضغط الذي وقعه وطبع الحال كانت هناك صعوبة جديدة كثيرة ليس مجاله لذكرها إلى آخره ولكن كانت هناك لحظات استعساء كبرى كان في عبد الرحمن جد ديمقراطيا وظاهر أيضا أنه أشعرنا بأنه ليست هناك أي معارضة في أن يقالها شيء فكان هناك حاجة إلى كتارسيس إلى نوع من التطهير الجماعي الذي يجب أن يرافقه المغاربة عن ترى الحكاية إلى آخره طبع الحال هناك ترجمات التي تتم مهروبا من السياسة وهي التي تكون عندما نسعى إلى ترجمة النصوص الأدبية أو نصوص شعرية بالأساس وأيضا على ترجمات تهم حوارات أو سيار ذاتية تكون منتجة ومنذ قليل مع السيد أحمد ربما كانت العولة ما الأولى هي الترجمة من المؤكد أن الترجمة هي مناسبة للمناشدة بأنه يخرج إلى الوجود تلك المؤسسة التي تم الاتفاق عليها أعتقد في 2019 أو 2018 من المؤسسة الوطنية للترجمة واللي يجب أن ترى النور لأنه اليوم بالأساس يجب أن تكون هناك هذه المؤسسة ليعرف العالم بطريقة أفضل ولينصت العالم جيدا إلى الصوت المغربي الجديد والذي أصبح مقنعا وأصبح مسموعا جدا ونحن بحاجة إليه خصوصا في الجانب التقافي والإبداعي وما يتحققه في المغرب وهذا شيء كبير بمنظر الحضار وأنا ما طرحت تيمة الترجمة إلا لمعرفتي بأن أستاذ أحمد دفري ستنفتح شهيته نعم وبخصوص هذا الموضوع فأنا أعلم وربما الكثير من أمثالي المهتمين بالمشهد الإعلامي في المغربي أعلم بأن أبو الحامد جمهري كان دائما في واجهة نضال التقافي عبر الكثير من المحطات العديدة التي برز اسمه كمدافع عن هوية تقافية مغربية عن خصوصية للشخصية المغربية في تعاملها مع قضايا الحياة من خلال نوع من الكتابة التي ربما قد ترقى بمستوى التقافة المغربية من خلال شرافه أشرافكم على ملاحق كتابات اتحادات هيئات إلى غير ذلك هل بالنسبة إليكم الآن في إطار استشرافكم لمستقبل التقافة المغربية ترون بأنه الآن حاليا نحن في حاجة إلى إعادة النظر في أشكال اشتغالنا وتعاملنا مع البيئة التقافية من أجل أن نصدر هذه الهوية وأن نقوم بنشر هذه الشخصية التقافية المغربية التي ربما نحتاج إلى أن يعرفها الآخرون وأن يدرسوها وأن تتحول إلى مجال للبحث العلمي الأكاديميلي ليس فقط على مستوى الجامعة المغربية وإنما على مستوى باقي الأكاديميات العالمية نفيس قديري ربحنا شوطا أساسيا وكبيرا ومحوريا في تتمين التقافة المغربية أولا من خلال الدستور ديال 2011 وهو أول دستور ينص على التقافة ليس فقط كمصطلح بل يمكن أن نقول بأنه هو بذاته متن ثقافي يجب أن نعرف أن الدستور منذ 1962 إلى دستور 2011 لم تريد فيها كلمة التقافة ولو مرة واحدة هذا دستور يضع أولا تعريفا للهوية ويؤثرها بتعدديتها بفتاحها برمزيتها إلى آخره ويجب بالفعل أن نكون في هذا المستوى لتسويق ديبلوماسية التقافية وأيضا المنتوج التقافي أيضا عندنا روحيات في الجانب التي يتم معنى التقافة الدينية والاجتهاد الديني شيء كبير وكبير جدا نحن في المغرب اليوم المختبر الجد متقدم في القضايا الدينية وفي قضايا الاجتهاد لا في قضايا المرأة لا في قضايا التسامح لا في قضايا التعدد لغوي إلى آخره وهذه مسألة يجب أن تصل هناك دول التي وصلها الأمر والمتابعة دول الغرب بأساس والدول الإفريقية التي تطلب اليوم عندها طلب كبير جدا على قيم إمارات المؤمنين وعلى تبني قيم إمارات المؤمنين ونحن نتابعنا أيضا هناك إنتاج تقافي اليوم جيد جدا يحتفى به في دول الخليج مثلا في الدائرة العربية اليوم حيانا يكون الدخول التقافي يبدأ في دبي وفي بيروت وفي الدوحة وحنا لدينا هذا الموجود أنا أعتقد أنه إلا كان واحد المجهود الدار لا تنساش أنه واحد الفتراء في الستينات كانت الدولة والمعارضة يتنافسان الدولة كتدير التقافة المغربية كتجي المعارضة يدير التقافة الجديدة ومعارضة بالنيس والمجموعة أيضا أقلام اللي كان فيها السطاتي والجابري والعروي وإلى آخره تقريبا كل سنة كانت مجلة اليوم كان واحد المجهود يدار يجب أن نقولها بدون مركب نقص كان مجهود يديره صحفيين من حسن حظنا أنهم أيضا منتجين تقافيين الشاعر والكاتب والرواية إلى آخره كان سيد أحمد وهذا الشهادة وإلى أخوان اللي سبقوه كان أسماء أخرى في قناة الثانية كان قناة الرابعة لخصها إمكانها وخصها بش تكون قناة بالفعل للتسويق اليوم أعتقد أنه هناك فيض للثقافة على الإعلام فاضت الثقافة على الإعلام ولا بد أننا يجب أن نطور إعلامنا ونعطيه المواد الأساسية وأختم بالقول مجموعنا كنا في الورقي في الإعلامي في التواصل الاجتماعي في الدولة إلى آخره يجب أن نشغل حتى يتطور إعلامنا وكي يكون إعلاما يليقه بالفعل بمغرب ملك محمد الثالث لأنه ما يتم شيء كبير جدا لا مستوى التقافي لا على مستوى العقليات لا على مستوى يعني أن تتحول سمح لي أن تتحول الدروس الحسنية إلى مناسبة لتبيئة واستحضار ماكس فيبر واستحضار كبار المفكرين في الترويج للثقافات والتعايش الثقافي إلى آخره فهذا تحول كبير يجب أن ننتبه إليه ويجب أن نعمل جميعا من أجل نعم وأن تخلص من ذلك التنافر الذي كان بين الفلسفة والفكر وكذلك التقافة المحافظة الآن أصبحت لدينا تقافة مغربية عبارة عن فسيفتاء فيها من كل لون نوع وطرف نعم وخارجنا من التخوفات التي كانت وهو أنه عندك نبدأ المسألة اللغوية ونوصل إلى الباب المسدود درنا مسألة اللغوية الأمازيغية درنا أصبتوا ما يتعلقوا التعليم إلى آخره ولم نصل إلى باب المسدود كما هو حاصل في العديد من الدول المشابهة في الدائرة العربية الإسلامية وهذا مسألة أساسية كين واحد دينامية واحد الاشتغال في بلادنا نعم أستاذ عبد الحميد قدمتم مؤخرا كتاب المغرب في الصحافة العربية زمينا سيمو حمد عفيفي غادي عطيهن وهو كتاب للدكتور مصطفى الرئيس ما الذي استهواك وأقنعك حتى تقدم لهذا الكتاب ها هو الآن الكتاب على الشاشة هذا كانت بالفعل مفاجئة جد جد سارة لما دكتور سيمو سطفانا ما كان عفوش يوم سابقا بكل صدق لما اتصل بي عن طريق بعض الإخوان مجرد مقل بأنه الأمر يتعلق بالمغرب في الصحافة العربية من 1907 إلى 1955 قلت له هذا إما سيكون كتابا جيدا جدا أو ستكون محاولة غير موفقة فاكتشفت بأنه لم يختر الطريق السهل بل أنه قام بواحد البحث طويل جدا وفوجئت بمحاوره لأن الفطرة التي اتخذها أولا هي فطرة يكادوا ينعدمها فيها الأرشيف والمراجح ومفروض ديروا مؤسسات لأنه أنه تبحث في هذا الفطرة كلها وفي العالم العربي ثم لما طلعت عليه فيه واحدة إشكالية أساسية هو التاريخ والصحافة وعلاقتهم وبطبيعة الحال هناك دائما فهم خلاق ما بين الصحافة والتاريخ أحيانا تريد الصحافة أن تلعب دور التاريخ وعن جدارة والصحق أحيانا تكون الطريق إلى التغطية وتمسي التاريخ وحيانا طبعا تاريخ دائما يتقر لنفسه ويعود ويعتمد أيضا على الصحافة هذه التجربة أيضا عشناها نحن في جريدة الالتحاد الشراكي ولا قبلها في الليبراسيون كيف أن التاريخ يكون بالفعل مادة صحافية وقد يكون التناول الصحفي معضلة تاريخية في حد ذاته شفناها لما بغينا نتعاملوا مع اسميته الفترات دي السبعينة شفناها لما بغينا نتعاملوا مع السجون فترات صعبة سنة وترسات شفناها أيضا حتى بواحد نجوز من تاريخ المغرب إلى أخير لأنه كان في خلاف بل عشناه نحن في جريدة الالتحاد الشراكي حتى لما ترجمنا المذكرات دي القائد الوطني وهو القائد دي الاتحاد عبد الرحيم بو عبيد رحمه الله وكيف أتارت هذه المذكرات وقتها على مستفى الصحافة وأذكر أن المرحوم حجوب بن صديق طلب مني أن يقرأه قبل أن تترجم طبيعة الحال كان السعلي بو عبيد هو الذي تواصل معه في الجانب بالتالي بيش تقول لك أنه الحجب رغم أنه تاريخ قريب لكن رواية الأحداث كانت أطارت ردود فعل قوية وحتى عند المرحوم عبد الكريم غلاب اللي ردى وقتها بردود وخاب اسم مستعر فبالتالي إلا كانوا الفائلين يخلقون النقاش حول هذه المرحلة فما بالك بصحفيين يكتبون من فلسطين وسعدت أن أكثر الجرائد التي تناولت تلك الفترة هي جريدة الدفاع الفلسطينية لبراهيم الشنطي واللي بالفعل كانت فيها واحد مصحابة كبيرة أنا شخصيا وجدت فيها عناصر لتفكيري لم يطرح على بالي المتابعة الدقيقة للمعركة الهيبة مع العينين ونحن مرتبطين جدا بذلك المرحلة وأيضا مرتبطين به مع العينين والمعركة كذلك من أجل الصحراء واستقلال الصحراء وكيف كانت المتابعة اليومية يعني بواحد شكل كبير وليس يعني متابعة تناهية بل بقدر أنه كانت تأخذوا حيز أساسي أيضا بالنسبة للجرائد أخرى التي تناولت محطات أساسية كيف العلاقة مع بين الفقير الأمة محمد الخامس ومع الإقامة العامة أيضا البروباغاندا النازية وكيف اشتغلت وهذا مجال تقريبا لازال نادر البحث فيها أعتقد هناك كتاب واحد وكان جريدة مجلة زمان خصة يمكن واحد العدد فيما يتعلق الفاشيين وكان أعطى فيها معطيات كثيرة بحيث أنه بالفعل كان منتوجا جيدا فيه البحث فيه الرسانة وبطبع الحال عنده خلفية نظرية التي تؤثره ونحن في مملكة التقافة سنتشرف باستدعائي في حلقة اللحقة الدكتور ريس لمناقشة متن هذا الكتاب سيد عبد الحميد لن أعلم كيف يمضي الوقت معك لا هنا ولا خارج الاستوديو لكن سؤال أخير أنت كنت شاهدا على مرحلة مشرقة وهي مرحلة الملاحق الثقافية التي كانت قوية وكان يترقبها الجمعة والسبت كل المغرب المهتمينة بدلك ما الذي حدث لماذا تراجعت الملاحق عدا سؤال الهجوم التكنولوجي والوسائطي الكبير لكن هذه الملاحق هي تشكل جزءا من الوجد الأدبي والثقافي لنا جميعا ما الذي حدث الذي حدث أولا للملاحق الصحافة العامة تراجعت انتشارها ومقرؤيتها فإذا كانت الصحافة الجريدة مختلف مناطق العالم فلابد أن تصاب أيضا الملاحق أثنين هناك نوع من دمقرة في النشر يجب أن نتحدث في الفترة التي كانت الملاحق هي تقريبا المحقا والمصفات الأدب من يمر ينصر ليصبح اسمان اليوم كان واحد دمقرة واسعة في السوق حيث أن هناك نصوص تنال حضوة وتنال احتفالا كما قلنا منذ قليل فيروت إلى آخر ثم تصل إلى المغرب وبالتالي هذه الدمقراطة أعتقد هي إيجابية ثالثا أن ربما الملاحق أيضا أصبحت تعتبر أن بقاءها واستمرارها بحد ذاته إنجازا ثم يجب أن لا ننسى أنه في فترة معينة كانت الملاحق بالفعل تقافية وتحتضن النقاشات العروي يرد على الجابر الجابر مع بالنس وبالنس مع برادة وإلى خيره في صراع فيه وكان فيه الفكر وكذا وهذه من طبيعتها أنها تجر القارئين والمتابعة اليوم هناك ميل كبير جدا نحو الأدب وأعتقد الأدب بذاته وبطبيعته قراءه اليوم محدودين وأعتقد أنه أيضا يجب أن نعيد النظر مثلا في التجربة الأجنبية وخصوصا في التجربة الأوروبية كان التجاوز هو تحويل الملاحق إلى ملاحق كتب المتابعة الكتب والنقاشات حول الكتب وجديد الكتب وقراءة الكتب وأعتقد سيكون أفيد من هذا التحول أعتقد سيعطيها نفسا آخر وبتالي أعتقد أيضا هناك اليوم تقفى بواحد شكل كبير جدا موجودة كيف نبدع هذا ما قلت بأنه خاصة نفكره فيه جميعا كي نخلق هذا الإعلام شكرا جزيلا أستاذ عبد الحميد جمهري هذا الجزء الأول من الحلقة وهو قضية الأسبوع قد انتهى نمر الآن إلى سر المكان احتفاءا بشهر التراث احتضن المسرح الروماني بالموقع الأثرية تاريخي لكسوس شمال مدينة العرائش عروضا فنية وثقافية تحاكي نمط عيش مجتمع لكسوس المدينة التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد بأزياء مستوحات من التراث الأمازيغي وأزياء أخرى ترمز إلى الحضارات الفينيقية والإغريقية والرومانية هذه العروض اجتدبت اهتمام العديد من المتابعين وتندرج هذه الفعالية في إطار التعريف بتاريخ موقع لكسوس الأتري الروفورتاج لزميلنا دريس مصرح لاستعادة روح موقع لكسوس خلال شهر التراث احتضن المصرح الروماني بالموقع الأثري لكسوس أنشطة ساراطية موجهة للساكنة والزوار وبحضور عدد من ممثل سفارات دول أمريكا الجنوبية هذا الاحتفال شهد رقصات تراثية مستوحات من الموروث الثقافي العريق لمدينة العرائش إلى الجانب بعض الألعاب كالأكروباسية والمسايفة والمصارعة وبعض الأنشطة والمهارات القديمة من قبل صناعة الفسيفساء وتمليح السمك وصناعة الخزف المغرب لعنا الحد الآن واللي بهذا الحجم هذا أعتقد أنه بمقال لكسوس والموقع العثري لكسوس يكون دينامو أساسي الصيحة التقافية إذا ما شهدنا جميعا كمجتمع مدني هنا في العريق وكفاعلي في مجال التقافي وفني مع الجهات المسؤولة والمعنية للترويج لهذا الموقع هذا وخلق نوع من الترشيط التقافي مترفيه إلى لماذا؟ كما هو الشأن في باقي المسارح الرومانية في حوض متوسط وكذلك فرصة لتعريف الناس على هذا الموقع هذا هذه الفعالية التي حضرها ممثلون عن سفارات الشيلي وبراغواي وقواتيمالا والبيرو وكولومبيا تروم المساهمة في الترويج لموقع لكسوس الأثري وطنيا ودوليا والذي من شأنه أن يشكل محركا لسياحة الثقافية بإقليم العرائش خاصة والجهة بشكل عام لقد استمتعنا حقا بالعرض الفني الموسيقي فضلا عن كل العروض التي قدمت لنا من المهم جدا بالنسبة لنا أن نفهم الثقافة المغربية بعمق لأن هناك الكثير من الأمور التي نتشاركها نحن كبيروفيين مع المغرب وتقوية هذه الروابط سيجعلنا نقترب من بعضنا البعض أكثر فأكثر هذه التظاهرة التراثية التي جاءت في سياق تخليد شهر التراث تروم استعادة الاحتفالات والأنشطة الاستعراضية والحرف التي كانت تقام بمدينة لكسوس قديما إلى الجانب صوني وتعريفي بالتراث المحلي لسيما ما يتعلق بالحرف والأزياء والتي يرجح أن جذورها تعود إلى مجتمع لكسوس والذي يعد من أقدم الحاضرات بتاريخ المغرب شكرا جزيلا لزميلنا أدريس أسرحان على هذه الرحلة التراثية التاريخية والآن في انتظار زميلتنا فرحان عياش وفقرة في الداكرة ولو أن العبارة صارت مسككة إلا أن زميلتنا فرحان عياش أخذت منها جوهرها وهو المفرد بسيغة الجمع هي رحلة في سيرة الفقه والمؤرخ والأديم الراحل الكبير عبد الهدي التازي أهلا بك فرحان أهلا بك وأهلا بضيوفك الكرام الدكتور أحمد ودكتور أيضا ضيفكم الكريم استمتعنا بهذه الحلقة ونختم هذه السيرة العطرة التي كنتم بصددها بسيرة لهرم من أهرامات التاريخ المغربي في الحقيقة ومفخرة حقيقية كان لقناة مديئان تيفي وجدت في هذه الحلقة الكثير من الأشياء التي اكتشفتها عن جوانب هذه الشخصية وكانت الحقيقة ذلك الأرشيف لبرنامج مجالس العبد الهدي التازي التي التقطت الكثير من بعض المقتطفات ولزميلنا أيضا الحاج بهيلي أشرف على التصوير فكانت المحادثة جميلة جدا من شخص عايش الرجل لمدة شهر كامل أثناء تسجيل هذه الحلقات الثلاثين والتي كانت بثتها قناة مديئان تيفي أثناء الأجواء الرمضانية فثلاثين حلقة قال لي بالحرف الواحد هذا الرجل أنه كان أمامه تلك الشخصية عندما حدثته أن شخصيتي هذا الأسبوع هي شخصية عبد الهدي التازي قال لي ذلك الرجل بحر واسع معه تواضع العظام وهذا الراحل كيف لا يتواضع وهو الذي في سيرته الكثير ما يقال أحتر في بأي صفة سأقدمه هل أقدمه بالمؤرخ هل أقدمه بالمقاوم بالوطني هل أقدمه أيضا بالموسوعة الدبلوماسية والحقيقة أفضل في أن أبدأ بهذا المشوار لأنه له الفضل الكبير في تسليط الضوء على ميدان الدبلوماسية المغربية الكثير من الأمور التي اكتشفتها من خلال كتابات هذا الرجل من يريد اليوم أن يعرف ليس فقط تاريخ الحديث للمغرب وديبلوماسية المغرب في الدولة الحديثة ولكن يعود بنا في كتاباته إلى الدبلوماسية المغربية التي انطلقت منذ 14 قرن متواصلة وغير ذلك دهاء الصلاطين هذه المملكة اليوم بهذا الامتداد وهذا العمق وبهذه القوة لم تأتي من فراغ بل كانت وراءها دائما حكمة رجال عظام حكموا هذا البلد أعطيك بعض الأمثلة التي استوقفتني عندما كان الراحل محمد الخامس بصددي في تلك الفترة بعد الفترة الاستعمارية كان هناك البلد يرزح تحت الاستعمار والشعب كان في المقاومة الوطنية المدارس لا توجد بذلك المفهوم وكان تدريس البنات في العالم العربي كافة غير مشجع في تلك الفترة فكان في الملك الراحل وهذا العودة على مؤرخنا الدكتور عبدالهادي التازي ولكن فقط أردت أن أسلط الضوء على حكمة الحاكم في تسييره لشؤون الدولة عندما تحدثوا مجمع من الفقهاء ومستشاري جلالة الملك بصدد تدريس الفتيات أحد الحاضرين من الفقهاء قال الفتاة أو المرأة سم أو أفعى فقال بالحكمة لم تكن اليوم فتاة لم تكن الفتاة يوما بما معنى طبعا لم تكن الفتاة يوما أفعى وحتى إن كانت فضع التعليم والمدرسة هو ترياقها فالإجابة في وسط مجمع العلماء والمستشارين لحاكم جعل مسألة التعليم أولوية الأولويات ولكن كيف تمررها لبعض العقول المحافظة لبعض دائما التغيير يأتي صعب جدا فهذه لقطة من لقطات التي استوقفتني الرجل أيضا كان هاجسه الكبير أن ينقل المغرب إلى عروبته في المشرق واعتبر أن المشارقة لم يعرف أبدا المغرب ولم يعرف إنجازاته بل أنه عندما كان سفيرا في دولة العراق وكان بصدد الحضور لأحد البرامج التلفزيونية في القناة العراقية الصحفي الذي كان يحاوره اندهشا دهاشا كبيرا أمام عبدالهادي التازي كونه كان مفوها وكان عالما باللغة العربية فقال أنتم في المغرب تتحدثون اللغة العربية بهذه الطلاقة فوجد في نفسه هذا الكلام غبرا أن المشارقة لم يعرف المغرب بكل تاريخه المجيد فكانت دائما كتاباته في هذا الصدد وآخر ما أختم به كانت في دائما كتاباته النداء بالعربية والاحتنابها على أنها هي لغة المجد مع التأسيس وكانت له مقولة شهيرة على أن اللغة العربية نعم عادت الاعتبار لها نعم دون أن ننسى اللغات العالمية نحن لا نعيش على كوكبين وحدنا ولكن محتاجين للتواصل شو عم بالفعل وطبعا يمكن أن أضيف أن الراحل الكبير أستاذ عبدالهادي التازي كان هو النموذج الحي للسفير ممثلا مثقفا ممثلا مرآة حقيقية لعدمة المغرب ورسوخه في التاريخ فرحمة الله على الفقيد وشكرا لك زميلتي فرحانة على هذا الاختيار وعلى هذه العودة إلى سيرة الرجل كان محمد الخامس على صواب هذا ونتاج ما فعله هي نصر نتاج ما فعله نعم وأنت فرحانة نتاج لنضال الرجل من أجل تعلم المرأة تماما كما خادها عبدالهادي التازي في ذلك النقاش الذي ذكرته في فقرتك شكرا جزيلا أستاذ عبدالحاميج مهري على حضورك معنا في مملكة الثقافات وهنيئا لك مرة أخرى بهذا الإصدار الجديد الذي سنحتفي به لاحقا أيضا عبر عدة فقرات أخرى في قناتنا شكرا جزيلا دكتور أحمد دافري على حضورك مستشار للمملكة الثقافات هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مملكة الثقافات إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر